نبدأ الآن مع كلمات السادة المتحدثين ونبدأ مع كلمة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور فريد مسألة خير أهلا بحضرتك في البداية نود أن أتعرف على تقييمكم لدور الهيئة وتقييم الهيئة في مسألة وضع الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري حاليا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة للحضور نحن عارفين أن هذا يوم طويل عليكم لكن أعتقد الأهمية بمكان بيئة القطاع المالي غير المصرفي كما سنرى في بعضا من المؤشرات والأهمية النسبية فيما يتعلق بالتأمين بالتمويل اللي هو ممنوح لي كافة القطاعات والشركات في داخل جمهورية مصر العربية يدينا رؤية تجاه هذه الأهمية النسبية والشق الآخر اللي احنا هنتحدث عليه سريعا عشان يعني نترك المجال للسادة المعقبين والمتحدثين هو تقييمنا المبدأي لكافة الخدمات المالية هل كان فيها تطور؟ لما هنرى الأرقام كان فيها تطور هل ده المنتهى أو كافة الأمال المعقودة على هذا القطاع قولا واحدا ليس هذا هو المنتهى أو كافة الأمال وأعتقد يعني زي ما هنستمع من السادة الحضور أو حتى من الهيئة بالعرض التقديمي في أمور كثيرة بنعمل عليها في الفترة القادمة من أجل زيادة تنشيط هذا القطاع وتمويلاته التي تساهم في عملية النمو الاقتصادي أعتقد قبل يمكن أن نخش فيه التفاصيل فيما يتعلق به القوانين التي تشف عليها أو المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية النمو الذي أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية والعرض التقديمي النمو الاقتصادي دائما ما يحتاجه إلى تمويل وهذا التمويل يتأتى من المدخرات إحنا لو نستهدف استمرار معدلات النمو الاقتصادي كما رأينا في أولى الجلسات بخمسة ونص وستة وستة ونص وسبعة في المية هذا يتطلب استثمارات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما لا يقل عن 25% من 20% ل25% من هذه الاستثمارات هذه الاستثمارات محتاجة لها مدخرات المدخرات تتأتى إما من القطاع المصرفي إما من قطاع التأمين بشقيه سواء تأمين سندوق المعاشات وده شق إحنا بننظر فيه وبنأمل بتعديلات قانون التأمين العام إننا نشهد فيه طفرة كبيرة حتى لو عندنا أرقام كبيرة من أعداد الصناديق لكن أحجامها بالتأكيد محتاجة إلى نمو علشان تعبئ من المدخرات تقدر تمول بيها الاستثمارات المطلوبة لما بقى فيه عجز أو فجوة ما بين معدل الاستثمار اللي الدولة محتاجة علشان تنمو بالمعدلات دي ويه المعدل المدخرات لازم يجي لك يا استثمار أجنبي مباشر يا اقتراض خارجي عشان تقدر أن تتمول هذه الفجوة التي تمولها ده يعني السلايد دي بس تستعرض القطاعات التي تشرف عليها أول قائمة المرتبطة بالتمويل أو الأنشطة المالية غير المصرفية من أول قانون سوق رأس المال اللي هو مرتبط بالتدولات والأسهم المتدولة وإصدارات رؤوس الأموال قانون التأمين التمويل العقاري التمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي فهو ده مكونات الخدمات المالية غير المصرفية كل واحدة من دول لها أنشطة وليها تطورات مطلوبة فيها في هذه الجزئية الشق علشان نقدر نحطه في إطاره احنا كنا عاوزين نقارن يعني مبدئين كده على مستوى الأحجام فيما يتعلق به هو التمويلات الجديدة اللي كانت جاية من القطاع المصرفي خلال 12 شهر منصرمة قد إيه؟ طب التمويلات اللي هي تحصلت عليها الشركات سواء في صورة إصدارات أسهم جديدة لأنه هو ده التمويل اللي الشركات بتاعبت أو الألية أو الأداة اللي بتحصل بها على التمويل أو من خلال القنوات الأخرى اللي تحدثنا عليها من تأجير تمويلي المهم لقينا أن احنا بنتحدث عن إجمالي تمويلات بحوالي 2 تريليون 700 ده إجمالي تمويل قطاع المصرفي لكافة القطاعات من أول القطاع العائلي الأفراد الطبيعيون ويقى القطاع الخاص هنا تم استبعاد على مستوى القطاع المصرفي الشركات اللي هي ممنوكة للدولة أو القطاع الحكومي هذا الرقم لو تحدثنا فقط عن 12 شهر فهو 552 مليار فيبقى هنا احنا عرفنا أن القطاع المصرفي مول خلال العام المنصرم أو 12 شهر 552 مليار محتسبة إزاي؟ التغير في الإئتمان الممنوح طب لما نيجي ننظر لي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مجتمع على بعضها فهنلاقي سواء إصدارات الأسهم هنلاقي التمويل العقاري التأجير التمويلي وما غيرها من مسائل عامل 396 مليار جنيه مقارنة بـ 552 مليار جنيه تمويلات جديدة من خلال القطاع المصرفي هنا احنا نقدر نقول أن الأهمية النسبية للقطاع وطبعاً فيه ممكن ننظر أنه هو مين اللي كان بيستثمر في السندات المصدرة فممكن يقول لك أيضاً القطاع المصرفي لكن بأي حال من الأحوال هي دي السندات اللي أصدرت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على النشرات الإكتتاب ومذكرات المعلومات التي تورحت فيبقى هنا الأهمية النسبية لهذا القطاع لأن أعتقد الكثير لا يعلم هذه الأهمية النسبية بنتحدث عن 40% تقريباً من التمويلات اللي حصلت على مدار العام المنصرم أو الـ 12 شهر كانت جاية من القطاع المالي غير المصرفي ده قد يكون أن القطاع المالي المصرفي أيضاً محتاج أنه هو يعني ينشط فيه تمويل القطاع الخاص لكن هو ده الوضع اللي احنا بنتحدث عليه على مستوى الأهمية النسبية بعضاً من المؤشرات ممكن نمشي فيها كثيراً بس أنا عارف إن إحنا يعني إيه في آخر الأيام عاوز أو في آخر اليوم الجزء المهم بالنسبة لنا علشان لا أطيل ونأخذ أكثر من وقتنا طب إيه إطار التطوير أو إيه الوضع لما نجي ننظر إلى التأمين النسب العالمية فيما يتعلق أو حتى بالنسبة للنسب الأسواق النشأة بلاس العالمية والدول المتقدمة نسبة الأقصاط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة بنتكلم من سبعة تمانية خمسة في المية طب الأسواق النشأة بنتحدث عن ثلاثة في المية طب الوضع الحالي اللي إحنا بننظر إليه في السوق المصري أقل من واحد في المية بوين تمانية في المية فده معناها إن إحنا عندنا مساحة للنمو تمثل أكثر من ضعف حجم التأمين في الوقت الحالي هل في إجراءات نقدر إن إحنا نعملها أو في إجراءات ممكن إن إحنا بنعمل عليها كهيئة أو كأسواق المال غير المصرفية أو الخدمات المالية غير المصرفية إنها تقدر تساهم في هذا النمو على مختلف الأمور أطر التطوير كلها لو إحنا لم ننظر إلى تطوير المهنيين بكافة القطاعات أعتقد إنفاذ أي تعديلات قانونية أو تعديلات تشريعية إحنا بنرى إن إحنا يعني إيه نعملها أو نقطرحها كهيئة كهيئة عمر قبل مالية من خلال الحكومة المصرية أعتقد هيبقى دايما فيه إشكالية في التطبيق عشان كده أحد أهم أطر التطوير الموضوع من قبل الهيئة هو تطوير المهنيين في كافة الموضوعات سواء بنتكلم على تقييم عقاري بنتكلم على مقيم أضرار بشركات التأمين بنتكلم على تقييمات بالنسبة لشركات مقايدة وغير مقايدة كل هذه المهن محتاجة جهد كبير في عملية التطوير وده أحد الأطر الرئيسية طب إطار تاني في غاية الأهمية تطوير الأسواق والمنتجات إحنا بنتحدث كان يعني المصر الريادة على مدار سنوات عدة فيما يتعلق بيه تطوير منتجات جديدة على مستوى أسواق رأس المال النهاردة إحنا بنتحدث أن في خلال أشهر بإذن الله قليلة ننتهي من سوق المشتقات وما غيرها من أمور عشان تمكن المستثمر أنه يتحوط من مخاطر التقلبات الأسعارية إحنا استمعنا في أول يوم لسيد محافظة البنك المركزي قال لك إحنا خلصنا عقود التحوط فيما يتعلق بالعملات ده ينطبق أيضا فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم والاستثمار في أوراق الدين أن أنت تمكن المستثمر من أنه يقدر يتحوط أو يقلل المخاطر يعني نجيبها بصيغة بسيطة يقلل المخاطر اللي هو بيتعرض لها نتيجة تقلبات الأسعار ده إحنا كان لنا الصبق والريادة فيه وفي خلال أشهر قليلة بإذن الله يبقى من ضمن الأمور بالإضافة لتطوير أسواق كثيرة نستمع للمتحدثين شمول المالي والاستثماري والتأميني علشان نقدر نعلم معدلات أو نسب التأمين لنتج المحلي الإجمالي محتاج أعداد أكبر من الناس تبقى مشتركة ولديها أنشطة تغطيات تأمينية التغطيات التأمينية تتأتي إما من خلال تأمينات إجبارية للمهن الحر اللي احنا قلنا عليها لأن عالميا كل المهن لديها تأمين مهنة التقييمات ومهنة المحاسبين وأعتقد عندنا بعضا من الممثلين بهذه الجهاد عارفين أن عالميا لازم اللي هو بيقدم خدمة يبقى فيه تأمين تجاه هذه الخدمة تجاه المال براكتس زي ما بيقولوا أو الأداء غير الطيب للقائم عليها فده بالنسبة للشمول التأمين شمول مالي واستثماري لازم أعداد أكبر تقدر أنها تخش في أسواق رأس المال بسهولة ويسر في مجتمع شاب ده يتطلب تعديلات وقوة على مستوى التكنولوجيا وما غيرها نيجي الأهم جزئية عشان تبقى الرقابة نقدر نقول رقابة محترفة فأعتقد أن تطوير الأطر الرقابية من المكان الآن أنه يجب أن تتطور وتعتمد على التكنولوجيا أيضا ففي أمور كثيرة مرتبطة بالتقارير الدورية التي يجب على الشركات أنها تجيبها بحكم أن في الآخر لها العمل الرقابة المالية هي جهة رقابية بتشرف على القطاع الخدمات والأسواق الخدمات المالية غير المصرفية لكن عليها التنمية أيضا الاعتقاد أن الجهات الرقابية لا تنظر إلى البعد التنموي هو أمر نؤكد عليه أنه ده بشقائم لازم ننظر إلى التنمية وننظر إلى الإشراف والرقابة في ذات التوقيت وده لن يتأتى بالاحترافية المطلوبة إلا إذا تم تطوير كافة الأطر الرقابية وتمكين الجهات الرقابية المختلفة بالتكنولوجيا أنها تقدر تصل لأكبر الأعداد أنا يعني بش عاوز أطيل أكثر من ذلك عاوز يعني أستمع للسادة المتحدثين والمعقبين جايز أن احنا نضيف لي الخطط التنفيذية اللي احنا بنستهدفها كاية شكرا جزيلا